اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرون شهدت النمسا يوم امس محطة مهمة في تاريخها السياسي حيث توجه ملايين الناخبين الى صندوق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية الوطنية هذه الانتخابات تأتي في ظل ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة مما زاد من اهمية اختيار القيادة التي ستقود البلاد في المرحلة المقبلة ونتج عن هذه المنافسة بين الاحزاب المختلفة فوز اليمين اليوم نماقش معكم النتائج والنسب للاحزاب حسب المقاطعات ونبدأ معكم بخريطة النمسا او النتائج الاجمالية للنمسا حصل في المركز الاول 28.8 في المائة تلي الحزب التركيز او حزب الشعب 26.3 في المائة وفي المركز الثالث حزب الاحمر الحزب الاشتراكي 21.1 في المائة اما حزب غزة فقط حصل على 0.4 في المائة للانتخابات ككل عام 2024 وهنا ممكن نشوف مع بعض يعني نسبة اقبال الناخبين كانت 78.7 في المائة ويعني تم فرز النتائج بالشكل كامل حتى كمان البطيقات البريد ويعني ممكن نشوف هنا نسبة الخطأ 0.2 في المائة وتحت هنا بنشوف مع بعض الكراسي اللي حصل عليها الاحزاب المختلفة في البرلمان حزب الاوفا وبيه حصل على 51 كرسي في البرلمان وحزب الاسب او حصل على 41 كرسي في البرلمان طبعا هنا بنشوف ان الاثنين دول مع بعض الحزب التركيز والحزب الاحمر ممكن يشكلوا مع بعض حكومة في حال يعني حزب الاف ب او ما عارفش يتوصل لأي نتيجة مع الاحزاب وعارف يعمل معاهم اي تحالف بنشوف كمان هنا الاف ب او يعني احتمالية اخرى لتشكيل حكومة الحزب الاف ب او يعني حصل على 57 مقعد في البرلمان والنيوس 18 مقعد اما الخضرف حصل على 16 مقعد كمان الاف ب او والخضر والنيوس ممكن يشكلوا كمان حكومة طبعا الاف ب او هو لسه يعني لسه هيجلس مع الحزاب المختلفة ويتناقش معاهم على مين ممكن يكون التحالف ممكن يكون مع مين دلوقتي ممكن نشوف النتائج حسب المقاطعات ومين اكتسحها على حسب كل مقطعة نبدأ بمقاطعة فرال بياج وبنشوف مع بعض هنا خريطة فرال بياج خريطة فرال بياج بنشوف يعني اكتساح اكبر اشيء للحزب الحاكم الحزب الافو بي اه الحزب التركيز اه هو الجهف المقدمة في مقاطعة فرال بياج وحصل على 29.16 في المائة اه وبنشوف كمان حزب غزة هنا موجود في مقاطعة فرال بياج وهي مقاطعة تيرول اه يعني هنا برضو منشوف ان الافو بي الحزب الشعب موجود بشكل كبير وحصل على نسبة 31 في المائة اه تليه الحزب الحرية الحزب اليميني 28 في المائة وكمان هنا منشوف غزة موجود برضو في المقاطعة في مقاطعة تيرول بنسبة صفر فاصل 38 في المائة اه نشوف الباقي المقاطعات ومقاطعة سالسبوغ اللي عليها الدور معانا دلوقتي وبرضو يعني اكتساح كبير لحزب الافو بي حزب الشعب وحصل على نسبة 31.5 في المائة اه بنشوف هنا اه حزب غزة يعني مش موجود معانا في مقاطعة في المقاطعة دي لان حزب غزة مش موجود في جميع المقاطعات في نمسا يعني تقريبا هو مش موجود في اه مقاطعتين في النمسا هو موجود اه زي ما شوفنا مش موجود في سالسبوغ ونشوف دلوانتي اه كيانتن كيانتن يعني كلها اه زرقة بالشكل كامل ما فيش اي لون للتركيز ولا اي لون الاحمر اكتساح كبير لحزب الحرية في مقاطعة كيانتن منشوف اه 38 في المائة يعني فعلا نسبة كبيرة جدا في مقاطعة كيانتن اه بعدين منشوف هنا كمان برضو حزب غزة برضو مش موجود معانا يعني هو مش موجود معانا في حزب اه اه او في مقاطعة سالسبوغ وكمان مقاطعة كيانتن غيبين عن المقاطعتين دول طيب نشوف اه اشتايا معاقة الوقت معانا وبرضو بنشوف اكتساح كبير جدا 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 لآآ حزب الاف بي او آآ الحزب اليميني الحزب الفائز بالانتخابات البرلمانية الفين اربعة وعشرين وآآ نسبة للأو فو بي ونسبة صغيرة برضو آآ تحسب للحزب الاحمر حزب الاس بي او هنا الاف بي او حصل على اتنين وتلاتين في المية نشوف آآ معانا هنا آآ حزب غزة يعني صفر فاصل خمستاشر في المائة يعني طبعا هو لسه حزب ناشئ اول مرة يخش الانتخابات ونشوف باقي المقاطعات ومقاطعة النمسا العليا آآ برضو يعني اكتساح فعلا الحزب الاف بي او مكتسح جميع المقاطعات بشكل كبير جدا يعني الاف بي او هنا ومنشوف برضو الاف و بي معانا والاس بي او طبعا يعني الاحزاب الكبيرة تلات احزاب الكبيرة هنا في النمسا فبنشوف ان الاف بي او تلاتين في المية اكتر من تلاتين في المية هنا غزب حزب غزة موجود معانا هنا في في نيدا استرايخ النمسا العليا بنسبة صفر فاصل سبعة وعشرين في المية طيب نشوف آآ معانا آآ مقاطعة اخرى ومقاطعة النمسا السفلة نيدا استرايخ آآ نيدا استرايخ برضو لا بنشوف هنا بقى يعني الاف بي او مش مكتسح بالشكل كبير زي ما كنا شوفنا في الكم المقاطعة اللي فاتوا فبنشوف ان هنا الاف بي موجود بشكل كبير برضو ونسبة ضئيلة جدا للاس بي او فبنشوف هنا ان الاف بي او آآ تسعة وعشرين فاصل تسعة لكن برضو الاف بي يعني متسويين بشكل آآ او الى حد ما في مقاطعة آآ نيدا استرايخ النمسا السفلة وآآ مقاطعة آآ او عفوا حزب غزة برضو موجود معانا في مقاطعة النمسا السفلة بنسبة صفر فاصل واحد وتلاتين في المية آآ نشوف آآ باقي المقاطعات ومقاطعة المقاطعة فينا طبعا العاصمة فينا عاصمة النمسا واكتساح هنا باقي يعني بنشوف هنا اللون الاحمر آآ ملأ خريطة فينا خريطة فينا يعني طبعا آآ فينا يعني اكتر من اتنين مليون نسمة آآ في مدينة فينا آآ آآ ويعني اعتقد المحافظة آآ او مقاطعة فينا فيها طبعا نسبة كبيرة جدا من المهاجرين واللاجئين فبنشوف ان الاس بي او تسعة وعشرين فاصل تسعة في المئة المكتسح في فينا وغزة يعني طلع آآ يعني من حاجز الصفر آآ يعني في المئة فطلع واحد فاصل اربعتاشر في المئة ممكن نشوف آآ بعد كده بقى المقاطعات كمان آخر مقاطعة معانا وهي مقاطعة بورجن لاند بورجن لاند يعني في في توزع بشكل الأحزاب هنا مفيش اكتساح كبير للأحزاب عن حزب عن حزب فبنشوف هنا آآ آآ حزب يعني في المقدمة حزب هو المكتسح تليه الاو فو بي والاس بي او في المركز التالت طبعا بس الفرق بينهم مش يعني مش النسبة الكبيرة قوي دي وده شفنا فعلا على الخريطة هنا حزب غزة موجود في بورجن لاند نعم موجود في بورجن لاند بنسبة صفر فاصل تمنتاشر في المية دي كده نكون خلصنا معاكم المقاطعات مقاطعات النمسا التسعة آآ نخش مع بعض على يعني هنا آآ نعم هنا يعني خريطة النمسا خريطة النمسا آآ ككل وبنشوف اكتساح كبير جدا للون الازرق لون الحزب آآ اليميني حزب الاف ب او آآ مكتسح بشكل كبير هو كمان آآ وحزب الاف وب حزب الشعب الحاكم الحالي للحكومة الحالية آآ يعني فعلا الاف ب او من اول آآ اول مرة للانتخابات البرلمانية يكتسح بالشكل الكبير ده في آآ الانتخابات البرلمانية من ساعة من ساعة ما التشريعات آآ او البرلمان والساسة في النمسا فمنشوف هنا كمان يعني حزب الحزب الاشتراكي الاحمر آآ نسبته قلت بشكل كبير جدا جدا وآآ نخش مع بعض نخش آآ على ده ضفقات الناخبين يعني بنشوف هنا بنشوف هنا مع بعض آآ آآ على اليسار اليسار هنا بنشوف آآ تلات احزاب الكبار هنا مع بعض تلات احزاب الكبار آآ نعم ثلات احزاب الكبار معنا فآآ هنا على اليسار موجود آآ الانتخابات الماضية لعام الفين آآ الانتخابات البرلمانية الماضية لعام الفين وتسعة عشر يعني من خمس سنين فاتوا وعلى اليمين الانتخابات البرلمانية آآ اللي اقيمتها بالامس لعام الفين اربعة وعشرين بنشوف آآ آآ يعني قد ايه كانت النسبة في عام الفين وتسعة عشر والنسبة لعام الفين واربعة وعشرين آآ ايه هي التضافقات آآ من الحزب الحزب فمنشوف مثلا معنا هنا في عام الفين وتسعة عشر لحزب آآ الحزب الايفا وبيع بنشوف آآ 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 يعني كل الاحزاب معنا دلوقتي ونشوف معنا هنا كل الاحزاب نعم يعني وصلين آآ نشوف ناخد معنا الاول من فوق خالص موجود الاس بي او الاف بي او والجرؤ والخضر النيوس وتحت باقي الاحزاب الصغيرة والنيشت فيلا تحت اللي هما اللي ما بينتخبوش في العادة فمنشوف هنا الافو بي الافو بي آآ يعني في نسبة كبيرة جدا عادوا يعني يستمروا بانتخاب الافو بي ولكن نسبة آآ تضاف فقط للحزاب الاخرى فنسبة صغيرة جدا جدا راحت للاس بي او نسبة اكبر راحت للحزب اليميني الاف بي او ونسبة يعني توزعت على باقي الاحزاب ونشوف بقى هنا الحزب الاحمر يعني آآ نسبة يعني في نسبة برضو آآ تعتبر كبيرة فعلا آآ ما زالت تختار الاس بي او في عام الفين اربعة وعشرين ونسبة يعني لحد ما برضو كبيرة ممكن لانه خسر آآ يعني راحوا لآآ احزاب اخرى وكمان آآ نسبة منهم آآ امتنعوا عن التصويت يعني زي ما نشوف كده هو آآ يعني في حصل على نسبة كبيرة ما زالت انتخبه او الخضر آآ يعني دي بنشوف مع بعض فعلا النسب للاحزاب وهنا النسبة اكبر او النسبة اللي هي الناس الممتنعة عن الانتخاب آآ في نسبة تحركت وآآ انتخبت الاف بي او ومنشوف هنا بقى النحة التانية لالفين اربعة وعشرين آآ آآ يعني خسر من اصواته لاتجاه يعني لصالح الحزاب الاخرى والاس بي او برضو خسر من اصواته آآ لصالح الحزاب الاخرى زي حزب الجرون او الخضر مثلا والاف بي او يعني عامل قدامنا هنا زي الاختبوت آآ حصل آآ اصوات بشكل كبير من حزب الاو فو بي والي هو الحزب الشعب الحاكم الحالي وكمان حصل اصوات وحرك الناس اللي ما بتنتخبش خلاهم ينتخبو آآ وبعد كده يعني الجرون والنيوس يعني يعتبر يعني محافظين الى حد ما على نسبهم آآ آآ النيحت فيلا يعني آآ بالصبت زي ما قلنا كده النيحت فيلا آآ آآ يعني آآ بصلوا انتخبوا بشكل كبير حزب الاف بو الحزب اليميني يعني الحزب اليميني حزب الحزب الازرق ودي كانت قراءة الانتخابات آآ الامس الانتخابات البرلمانية بالامس وآآ مشاهدينا الكرام دي كانت قراءة سريعة لآآ الانتخابات ونتائج آآ الانتخابات البرلمانية لعام الفين اربعة وعشرين للنمسا آآ لمدة خمس سنوات قادمة آآ كنتم معكم انا ريم احمد والى اللقاء